أزل فلون أحلس سيترز في الكون أتمنى أن تكونوا بخير لاحظة الأبحاث التي أجرتها مؤسسة الكيلة الوطنية أن أكثر من 90 ألف أمريكي يموتون كل عام من أمراض مرتبطة بالكيلة قد لا يدرك الكثير مننا أن كليتنا تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على حياتنا ويجب أن يكون الحفاظ على صحتها أولوية قصوى كيف يمكن تحقيق ذلك؟ لا توجد إجابة واحدة بسيطة وتلعب جيناتنا دوراً كبيراً وعلينا الاهتمام بعاداتنا اليومية ما نأكله وأنمط نومنا وإجراءات التمارين الرياضية وغيرها لأن هذا هو المفتاح لمنع تلف الكيلة والحفاظ على صحة أجسامنا وكما تعرفون سلينا جوميز قامت بزراعة كيلية تبرعت بها صديقتها المقربة فرانسية ريسا ويجب عليها متابعة هذه الخطوات لحمايتها من التلف وإلا ستموت مرة أخرى وستضطر للانتظار إلى أن يظهر متبرع أخر يجب عليها التقليل من الملح كثير من الناس لا يدركون أن استخدام الملح هو السبب الأول في قتل الصحة الجيدة بالطبع سوف نعترف أن الملح يعطي نكهة لطعامنا كلنا نعرف هذا لكنه في الوقت نفسه يضع كليتيك تحت ضغط أكبر في الاضطرار إلى تصريف المياه من الجسم فالملح الزائد يؤثر على تدفق الدم مما قد يعرض الجسم بالكامل للخطر يجب عليها استخدام القليل من المسكنات لا بأس من تناول مسكن للألم من حين لآخر ولكن عندما تزداد حدته فإنك تضع ضغطا كبيرا على الكلا لأن العناصر الموجودة في هذه الأدوية تحد من التدفق السليم للدم إلى العضو أجرت مجالة نيو إنجلند الطبية دراسة أشارت إلى أن متوسط 5000 حالة أو أكثر من حالات الفاشل الكلوي في الولايات المتحدة الأمريكية تحدث نتيجة تناول جرعة زائدة من أدوية تسكين الألم مثل تايلينول وأدفيل مسكنات الألم في حد ذاتها ليست خطيرة بل يجب استخدامها بشكل منتظم وباعتدال يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن معظم الناس يعانون من نزلة برد مرتين أو ثلاث مرات سنويا ولا يتجاهلونها إلا كمشكلة الأنف المزعجة ومع ذلك قد تضر بصحة جسمك على المدى الطويل أكثر مما تتخيل سيؤدي ترك البرد دون علاج إلى إنتاج الجسم لعدد كبير من الأجسام المضادة والتي تعد عاملا صحيا عالية الخطورة للكليتين قد لا يحدث ذلك على الفور ولكن كلما زادت تغذية هذه الأجسام المضادة وحمايتها زادت سرعة تدهور الكلا لا يجب على سلينا حبس البول لدى الكثير مننا عادت من سيئة تتمثل في حبس البول خاصة إذا كنا لا نريد التوقف عما نقوم به في لحظة معينة لكن هل تدرك أن هذا من أقصى الأشياء التي يمكن أن تفعلها بجسدك؟ ضع في اعتبارك أن البول قاعدة للنفايات والبكتيريا الضارة والتي تتراكم كلما طالت مدة بقائه سوف تشق تلك البكتيريا طريقها في النهاية إلى الكليتين حيث تبدأ المشاكل حقا يجب عليها الإقلاع عن التدخين سواء كانت تفعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع أو الشهر أو السنة يعرف الكثير مننا الآن أن التدخين ليس صحيا للجسم وسلينا معروف عليها أنها تدخن لقد تعلمنا جيدا حقيقة أن التدخين يشكل خطورة على الرئتين والقلب ولكن لم يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لخطر الكلا عندما يدخن الإنسان فإن هذا يسمح بإنتاج الكرياتينين وهي مادة ضرة تفرز عادة في البول مما يشوق طريقه ببطء إلى الكلا ويؤثر عليها بشكل سلبي أظهرت التقارير أن كل من المدخنين السابقين والحاليين يعانون من مشاكل في الكلا بسبب هذه الممارسة الضارة ولكن الإقلاع عن التدخين يساعد في التقليل من المخاطر كما أن هناك من يعتقد أن السجائر الإلكترونية جيدة لكنها في الحقيقة مضرة أكثر كيف يجب لسلينا أن تأكل الخوخ الزبيب والطمور؟ يحتوي البرقوق الزبيب والطمر على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم هذه كمية كبيرة لذا يمكن أن يكون البديل مثل البرقوق أفضل بالنسبة لها ويجب عليها الابتعاد عن المشمش المجفف قد يكون المشمش غنيا بفيتامين A والC بالإضافة إلى الألياف ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو ارتفاع مستوى البوتاسيوم فيه وهذا غير صحي إلى حد كبير لصحة الكليتين يجب عليها تناول الأطعم الصحية وغير المصنعة تحتوي الأطعم المصنعة على الكثير من الملح البوتاسيوم والفوسفور بكميات أعلى بكثير مما يجب أن يستهلكه الجسم الكلا بشكل عام تقوم بالتصفية من خلال الكمية الصغيرة من هذه المكونات يجب عليها النوم لفترة أطول الحصول على قسط كاف من الراحة سيترك كليتها في حالة جيدة لأنه كلما طالت مدة بقائها مستيقظة زادت فترة تضرر كليتها أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة شيكاغو أن أولئك الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة لديهم فرصة بنسبة 19% للإصابة بالفشل الكلوي يجب عليها الابتعاد عن الصودة فالمشروبات الغازية ليس لها مصدر مفيد لأجسامنا ولا تضيف سوى كمية هائلة من السكر مما يضع قدرا هائلا من الضغط على الأداء الفعال للكليتين أظهرت أبحاث عديدة أن شرب اثنين أو أكثر من الصودة يوميا يمكن أن يضاعف من خطر تلف الكلا بشكل دائم ليس فقط بسبب السكر ولكن أيضا بسبب حمض الفوسفوريك الذي تحتويه لذلك أصدقائي لا تكثر من الصودة أو المشروبات الغازية يجب عليها أخذ الجرعات الموصوفة من الدواء يوميا يساعد الدواء الموصوف لها على تنظيم جسمها مثلا أدوية ضغط الدم وغيرها وهذا الدواء ينفخ جسمها أحيانا ويسبب في زيادة وزنها فإن تغيير طريقة الوصفة الطبية والتعامل معها كشيء عرضي سيؤدي إلى عدم توازن كليتها وكذلك يجب عليها تناول مكملات غدائية يجب عليها ممارسة الرياضة التمارين المنتظمة تحسن وظائف العضلات لديها وتساهم في استقرار ضغط الدم ويظهر البحث أنه حتى 150 دقيقة فقط في الأسبوع من التمارين الخفيفة كافية جدا لمساعدتها لصحة جسمها وبالتالي مساعدة الكليا على تأدية وظيفتها ويجب عليها عدم الإفراط في الرياضة لأن هذا يضع الكثير من الضغط على الجسم يجب عليها شرب الكثير من السوائل والمياه لأن دور الكلا هو تصفية الماء من الجسم وعلى هذا النحو كلما زاد ترطيب الجسم كان ذلك أفضل بالنسبة للكلية يجب عليها تقليل من اللحوم الحمراء يعاد تناول اللحوم الحمراء من حين لآخر أمرا جيدا بدرجة كافية ولكنه أثبتت الدراسات أنه ضار إذا تم تناوله كثيرا لأنه توجد عناصر سامة في اللحوم الحمراء يمكن أن تكون ضارة بالكلة ويجب على سلينا أن تكون حذرة في كيفية تناوله يجب عليها المشي أكثر قد يكون التنقل خيارا صحيا لكليتها أكثر من الجلوس لساعات طويلة أو البقاء في الاستوديو لمدة طويلة سيساعد النشاط البدني لمدة ساعة يوميا في تنظيم التدافق الدم وتخفيف الضغط على الكلية التوتر والحزن مضرين لها فهو لا يرفع ضغط الدم لديها فقط ويصبها بالصداع ولكنه يؤثر أيضا على الكلية بطرق أخرى يجب على فريقها وأصدقائها التأكد من أنها مرتاحة في جميع الأوقات يجب عليها فحص الدم باستمرار وكذلك الضغط يجب عليها التقليل من تناول القهوة لماذا؟ لأن تناول فنجان من القهوة يوميا ليس بالأمر السيء ولكن عندما يتحول إلى عدة أكواب يوميا كل يوم فهذا مضر بالصحة وذلك لأن الكميات الزائدة من الكافيين في الجسم تزيد من ضغط الدم وتدفع الكلا إلى إرهاقها بسبب عدم التوازن وعدم الاستقرار يجب عليها التنفس المركز لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يوم يجب عليها تناول المزيد من الفواكه والخضروات وأن لا تشاهد المسلسل بأكمله في ليلة واحدة لأن هذا سيلهيها عن النوم وبالتالي ستزيد من شدة التوتر والإرهاق على نفسها يجب عليها أن تتمتع بحياة اجتماعية مع عائلتها أو أصدقائها وأن تكون مسترخية أي يجب أن تكون في بيئة آمنة وأخيراً يجب عليها تنظيف الأسنان بالفرشات جيداً تمتلك البكتيريا التي تنتجها أمراض اللثة القدرة على الوصول إلى مجرى الدم وتغيير طريقة عمل القلب لذا فإهمال تنظيف الأسنان يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية أصدقائي هذه الأشياء يمكنك أيضاً اتباعها لحماية جسمك من الأمراض فاستفد منها قدر الإمكان الجدير بالذكر أن جوميز شاركت لأول مرة تفاصيل حول عملية الزرع الكيلة في عام 2017 وكشفت أنها خضعت لها بعض مرضي الذئبة وهو اضطراب في المناعة الذاتية تم تشخيص إصابتها به قبل خمس سنوات مما أضعف وظائف الكيلة لديها وأصبحت شبه ميتة كانت صديقة جوميزا المقربة فرانسية هي المتبرعة بكريتها في الرابع من أغسطس 2021 وهناك مقاطع كثيرة تشرح التفاصيل في قناتنا تحققوا منها أكتبوا سوسيا متبوعة بالموضوع الذي تبحثون عنه وستجدونه ودمتم سالمين